عاشت وسطبك بلادي فوق واجه التاريخ عمرا ولحنا يجدوه أولادي حينما يبتغون نصرا وعزة أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم صرخة ناشئ لم أجد أجمل من تلك الكلمات لأبدأ بها تلك الحلقة سعادة بلغة من كل صغير وكبير في مصر لأولاد شاء غريب الذين استطاعوا بكل فخر واقتدار سبح الأفيال لإسعاد الملايين لإسعاد ملايين المصريين شكرا شكرا لصاحب البسمة والسعادة شكرا لرئيس الصنبة والبهجة شكرا للدولة المصرية ورئيسها شكرا لوزير الرياضة ومساعدينه شكرا لجهاز الفن المنتخب الأولمبي كابتن شاء غريب شكرا وتقدير وأعزاز لكل بطل مش لكل لاعب لأنهم حقيقة أبطال تحية مصر تحية مصر تحية مصر ورجعنا لكم تاني بعد الأغنية الجميلة للفنان حمد أهلال فعلا سعادة بلغة في الشارع الرياضي المصري بعد فوز المنتخب الأولمبي مبارح بالبطولة سعادة كبيرة جدا لأن احنا قدرنا خلال البطولة دي نسوي مع المنتخب النجيري في كل البطولات في جميع المراحل يعني بقينا عندنا بطولة تحت 17 سنة المنتخب الأولمبي المنتخب الكبير إنجاز كبير يحسب للكابتن شاء غريب يحسب لللاعبين معاي ومعاكم النهاردة الكبتن وليد جابر في البداية نحب نسأل للكابتن وليد تقول إيه المنتخب الأولمبي والكبتن شاء غريب والجهازة ورجالة اللعبة المنتخب المصري بأخذ من كلام حضرتك هما رجالة فعلا أنا بقول لهم كل الشكر والتقدير للجهاز الفني المنتخب المصري الكبتن شاء غريب وجهازه جهاز المتناغم المتفاهم كل الشكر والتقدير لرجالة منتخب مصر رمضان صبحي ورجالته كل الشكر والتقدير للمنظومة الرياضية بحالها كلها لجنة المواقعة في اتحاد الكورة إنجاز تاريخي كبير جدا من فترة طويلة جدا حقا ناشي الإنجاز ده وصلنا لأمبيات طوكيو حاجة كويسة جدا وانا بس يعني ان شاء الله بإذن ان احنا عايزين بس نسند المنتخب ده بكل قوة نقدم له كل الدعم طبعا لان انا من وجهة نظري ان المنتخب ده هو يبقى ان شاء الله القوام المنتخب الأول بإذن الفترة الجاية حاليا كابتن مابين كابتن شيكو الفرحة الكبيرة للشرع المصر كله فرحان وسعيد بيها مش سعيد بس عشان خاطر الفوز بالبطولة لا الروح تقول لي يا كابتن شيكو للروح اللي كان عليها لعب المنتخب المصري مبارح والله الروح اللي احنا شوفناها دي بقالنا فترة ما شوفناها من 2006 فاحنا فعلا بنشكرهم ان هم رجعوا الروح الجميلة للناس والناس بيتحبت روح ويتفرق ويبقوا قلبهم يعني الحاجة الوحيدة اللي يتفرح الشعب المصري هي الكورة فاحنا بنشكرهم ان هم رجعوا الحاجة الجميلة للحاجة اللي بتبسط الشعب المصري ويرجعوا البهجة والفرحة لشعب مصر فاحنا بنشكرهم وزي ما كابتن وليد قال وحضرتها قولت احنا عايزين ناخد من المنتخب ده زي ما غانا عملت معنا احنا كسبنا غانا في 2010 واحد سفر في تصفيات كاس العالم بعديها على طول ما كسبونا ستة واحد فاحنا الجيل ده لازم نحافظ عليه وتعمله اعداد محترم هيبقى ما نعالج كل المشاكل اللي احنا بنعاني منها دلوقتي فاحنا ياريت نحافظ على الجيل ده ونطلع باكبر استفادة منه ما يبقاش زي الاجيال اللي كانت عندنا احسن من كده وفرطنا فيها ورجعنا من اول به جديد ناخد من كلام الكابتن شيكو لكابتن وليد ونقول له زي كابتن وليد نحافظ على القوام فعلا ده ونقدر نصعد بالمنتخب ده لانه هو يكون النواية الاولى للمنتخب الاول التخطيط احنا مشكلتنا في مصر هبنا افتقد للتخطيط لازم نعمل بلان لازم يبقى عندنا بلان محطوط نبدأ نمشي عليها نحط خطوات نحط مبادئ نحط قصص نحط رولز نمشي عليها ما يبقاش يبقى تفكيرنا كله عشوائي ما يبقاش كل تخطيطنا عشوائي ما نبصش تحت رجلينا لازم نبدأ مين النهاردة زي ما قاله كابتن شيكو نبدأ نقول ان المنتخب ده احدا لو حضراك تفاكر المنتخب كابتن حسن شيحاته 2006 و 18 كان مجموعة من لعب على اعلى مستوى احنا بيحصل لنا طفرات احنا كده عشان بس ما بقاش انا احنا منتخبات الطفرات احنا عندنا طفرة عندنا منتخب سمات بدنية عالية جدا سمات مهارية سمات خططية سمات اراضية حاجة تفرح لو تلاحظ ان بارح منتخب كود دوفور معظمه محترف في الاندية الانجليزية والفرنسية والبلجيكية احنا ما عندناش ولا محترف وبالرغم من كده احنا تحس ان احنا في الملعب اقوى واسرع وارشق مهاريا بدنيا يبقى لازم من النهاردة نبدأ نخطط للمنتخب ده اللجنة الموقعة في اتحاد الكورة لازم نبدأ نستعين لازم نستعين بالعلم لازم نقرب من العلم شوية جماعة لازم نقف جنب العلم لازم نقف ونقول المنتخب ده ما صدقنا لقينا منتخب بيبدأ يتفوق على المنتخبات الافريقية هنبدأ نقف جنب المنتخب ده نبدأ ندعمه نبدأ ننسى بقى ذاتنا نبدأ كله بقى يشتغل عشان خاطر مصر منتخب ده ان شاء الله انا من وجهة نظري من وجهة نظر الفنية من المنتخب قادر على تحقيق معظم البطولات اللي جاي للمنتخب بصر حياتي احنا برنامجنا برنامج صرخة ناشئ مختص بقطاعات الناشئين وازمات ومشاكل قطاعات الناشئين طبعا عشان كده جيبنا النهاردة كابتن وليد جابر المدير الفني لفرقة الناشئين في نادي افسي مصر والكابتن محمود خليل كابتن شيكو برضو مدير الفني لفرقة 2010 في نادي امبي عشان نناقش القضايا والمشاكل اللي في قطاعات الناشئين كابتن شيكو اول سؤال هاسأله لحضرتك بعد تهنية طبعا منتخب الوطني ايه اللي حضرتك شايفه ليه المواهبة في مصر قلت اين مواهب مصر هي المواهب مقلتش هي المواهب مقلتش احنا يعني انا بقالي فترة كبيرة في شغال في موضوع البراعم فانا بيعدي على مواهب غير عادية يعني انا مثلا انا صلاح محص ان انا مرنته كنت مع الكابتن طاري حسن مرناه في نادي امبي نادي امبي تقوله عمره بصراحة بيجيله يعني بيجيله احسن خمات واحسن مواهب فاحنا في امبي طبعا الكابتن امام محمدين ده عين ساقيبه فهو بينقي احسن عناصر فاحسن العناصر هو بيجمعها تمام من خلال المدربين اللي شغالين بس للأسف اللي ممكن يضمر موهبة او يضيع العيب ان يجي مدرب احنا كلنا بشر في واحد بيحب لعيب الكرة الحريف لعيب الكرة اللي كرته حي الوقت لعيب الكرة اللي عنده حلول فردية يتفاجئ بحد تاني بيشتغل على القوة والسرعة هو عايز واحد فيطر فهي دي اللي بيخلي موهبة زي محمد صلاح كان وارد جدا ان هو يقع مننا مايبقاش محمد صلاح لو ماحدش خد باله منه ان واحد بتاع الكرة بيحب شاف ان هو عنده نمسة كويسة عنده سرعة كان ممكن واحد تاني يدور على واحد لا انا مش عايز واحد حريف انا عايز واحد قوي فهي اللي بيدمر المواهب ان العين والانتقاء لو العين والانتقاء جمعت وشافت ان ده ده بتاع بكرة هنجمع زي منتخب قطر المنتخب اللي خد كاساسية بتاع قطر جمعهم عندهم حداشر سنة والمدرب ابتدى معهم من حداشر سنة لغاية لموصد بيهم للدرجة الاولى وخد بيهم كاساسية فاحنا عندنا مواهب مصر محدش يقدر يقول لا احنا عندنا بس اهم حاجة حطي دي يا كابتن تحتيها خمسين الف خط الانتقاء والعين كابتن وليد الانتقاء والعين والكلام اللي بيقوله كابتن شيكو ده بقتي ان معناها ان احنا الاستمرارية في التدريب والاستمرارية المدرب اللي يصعد مع الفريق وكلام ده احنا ما بنشوفش الكلام ده في مصر احنا عندنا المدرب بيجي سنة يمشي يجي مدرب تاني يشوف الكلام اللي بيقوله كابتن شيكو بالضبط نعالج الكلام بازاي زي ما قلت لحضرتك انا اخد من كلام الكابتن شيكو التخطيط التخطيط هو اهم حاجة في الدنيا التخطيط يعني ايه انت بتقعد تخطط بتقول انا بعد سنة هبقى كذا بعد التاني هبقى كذا بعد التالت هبقى كذا وهكذا عندنا تخطيط في مصر قليل مش معشان بردك ماقولش ما فيش لا فيه تخطيط فيه اندياة بسيطة جدا فيه ناس اللي هي بتقعد تدرس وتخطط يعني انا هتبقى شتي مجروحة شوية ولكن هقول انا منتام النادي افسي مصر رئيس قطاع الناشئين عندنا الاستاذ دكتور عطياء السيد درج الاستاذ دكتورة تربية رضية درج المحاضر دولي افريقي ده بقعدنا مع بعض وممسكنا النادي من حوالي اربع سنين بالزبط اعادنا احنا في السنة الاول هنعمل كذا في السنة التانية هنعمل كذا والنادي هيصعد في السنة كذا وهو ده اللي حصل بالزبط تخطيط واشتغلنا النهاردة احنا عندنا قطاع ناشئين الحمد لله بشهادة كل المحللين من احسن قطاعات الناشئين في مصر محققين نتائج على مستوى القطاعات القطاع كله نتائج مبهرة الحمد لله هو ده التخطيط بجانب زي ما قال شيكو الانتقاء العين الخبير لازم يبقى فيه انتقاء لازم فيه حاجة اسمها تقييم لازم النهاردة انا ابقى دارس حاجة اسمها اسمات نمو لللاعب يعني زي ما قال شيكو النهاردة ان اللعب يجيلي مثلا الانحة البدنية عنده بتبقى قليلة جدا طب هل انت دارس الانستمات البدنية ان الولد ده بعد ما يبلغ يبقى فيه انت ما تعرفش لا انا النهاردة العلم اديلك ان انت ممكن تعرف من طول المنشأ والاندغام بتاع العظم مثلا او العضلة ان الولد بعد في السن ده هيبقى طوله كذا هيبقى وها كذا يبقى لازم احنا نشتغل على العلم شوية زائد العين الخبيرة طبعا زائد الامكانيات انا هطحك وقول لحضرك احنا العلم اللي حضرك بتتكلم عليه ده ده اوروبا وحتى الكابتن شيكو دلوقتي بيقول قطر وبعض الدول العربية بتشتغل عليه احنا فعلا عندنا في قطاع النشئين فيه اللي هو اللي حضرك بتقول عليه خبير التخزية او اللي هو اللي بيعرف خبير السمات اللي حضرك بتتكلم عليه موجود؟ هقول لحضرك على حاجة احنا لو هنقول مثلا الدور الممتاز فيه 18 نادي الكلام ده موجود في 2 ناديا بس في ناديين بس انا اشتغلت في نادي المقولين كان فيه كلام ده كان فيه خبيري تخزية وكان فيه خبيري نفسي ده للنشئين؟ للنشئين كان موجود طبعا ده انا هقول لحضرك على حاجة تخزية السليمة الصحية بالنسبة للناشئ هي بتمثل 60% من الناشئ ده يبقى كويس ولا وحش كمستوها فني وبدني وكل حاجة تعرف حضرتك السمات البدنية دي هي اهم حاجة في اللعيد الناشئ سمات بدنية لانها في مرحلة بناء الولد في مرحلة تقويل للسمات البدنية من غير ان انت بتبقى حاطئ تغذية صحية سليمة عمري الولد مناشئ عشان كده زي ما حضرك بتقول معظم المواهب تلاقي السمات البدنية بتاعتهم قليلة جدا لاني النهاردة يعني انا هدخل لحضرك بكزا حاجة بس انا بتكلم انا كنت شغال في نادي المقولين من حوالي 10 سنين كنت ماسك مدير فني فريق 2001 وكنا كنت شغال مع الكابتن حمد نوح في شغل اسمه برايفت ترينينج برايفت ترينينج كان الكابتن حمد نوح بيرقس هذا القسم في النادي يعني هو شغلته في النادي رئيس قسم التدريب التخصوصي يعني التدريب التخصوصي عبارة عن ايه النادي في عشر فرق العشر فرق فيهم عشر مديرين فنيين كل مدير فني بيجيلي بيقول لي يا كابتن وريد انا عند الفرد ما برعبش بيتماغه 2009 يقول لي انا عند المشاكل اللي عنده كل المشاكل ابعتلي يا شيكو ابعتلي يا محمد ابعتلي يا حسين ابعتلي ابعتلي وكتب لي ورقة بالنوائز دي ببدأ انا بنحط برنامج علاجي علاجي وتقوية للنوائز دي كلام ده كمان عشر سنين من عشر سنين من اللعيبة دي محمد صلاح يعني من عشر سنين كانت الحاجة دي موجودة النهاردة حدهك بتقول لي بعد عشر سنين مش موجودة غير في الناديم بس مفيش حضراك بالتخصص ده وان انا فنت كده لا مش موجودة مش موجودة هي بتتعمل بقى لو مدير فني محترم بيبدأ انا مثلا عندي في حاجة اسمها الشغل التخصصي بعد انت قاية التدريب خالص بجيب مثلا الفرد بتاعي في الانفراد وحش لا بتعمل في الانديه الكبيرة ومع الفرقة الكبيرة مش مع قطاعات النشئين هرجع هرجع لنقطة مهمة جدا انا قد اسم محمد احنا طبعا انت حضراك تكلمتيني قبل الهوى اقول لك كابتو وليد اتكلم اقول اللي في قلبك يا جماعة لازم لازم الوقصاء الاندية ولازم مديرين قطاع النشئين يهتموا بالبرائم والنشئين شوية ما ينفعش يا جماعة يبقى انا ميزانية نادي مثلا كبير مش اول اسامي 200 300 مليون جنيه وجايب لعيب 160 مليون جنيه وما صرفش على القطاع بتاعي 5 مليون جنيه ما ينفعش الكلام ده اول لازم اصرف على القطاع لازم هوفره للتدريب المناسب تغزية المناسبة اللبس المناسب المعسكرات المناسبة الكشف التبي الاختبارات المقييس لازم كل ده يتم في مصر ما احنا النهاردة بناخد قاس افريقيا بنروح الانبيئات احنا قادرين عندنا الخامة وعندنا الموهبة ولكن الضمير بقى الضمير والاهتمام بس كده كابتن شيكو اخد من كابتن وليد واسأل حضرتك في امبي انتوا ما شاء الله الله اكبر يعني من اهم المدارس اللي عملت طفرة في الرياضة المصرية يعني من اول ظهور امبي من موسم 2001 الى امتخلني الزاكرة بدأ يحصل طفرة حتى في قطاعات النشيين ها في صحف مصر يعني بقى نادي امبي منافس قوي للانديئة الكبيرة السؤال اللي حضرتك بقى في مراحل البراعم انت عايز بطولة ولا عايز لاعب يعني انتوا كإدارة امبي عايزين لاعب ولا عايزين تاخدوا بطولة والله احنا عندنا مبدأ يعني احنا عندنا الكبتة الامام زي ما حضرتك قلت انا مش عايز اتكلم عشان ما يبقاش انا لسنا بقول هو مصر كلها عارفة انه نمر واحد طبعا طبعا معروف هو نمر واحد الكبتة الامام وهيفضل الى يعني ربنا يديه الصحة وطولة العمر فهو بصراحة هو بيهتم جدا يعني هو بقى له فترة كمان الفترة الاخرانية دي هو مهتم جدا بكتاع البراعم يعني اكتر قطاع بقى مركز فيه ان كتاع البراعم بيه حضر التمرين يتابع اللعيبة بيقى مهتم بكل المشاكل فهو مركز او في الكصة دي بس هو بيتعامل من منطلق احنا احنا امبي فامبي ماشي في سكتين يعمل اللعيب كويس او يعمل لعيب منطقة بمصر ويلعب لا ويعمل لعيب يستثمر فيه وفي نفس الوقت الذي امن فهو طالع عنده روح البطولة فما ينفعش انا امبي بيصرف يعني بصراحة الولاد لو حضرك شفتهم يعني حاجة مبهرة لبس وامكانيات وفلوس وكل حاجة فهو مسخر كل حاجة علشان يطلع صورة محترمة تليه باسم نادي امبي يعني انتوا ماشيين بالتوازن بالتوازن مع ان انت تطلع ناشئ موهوب حد بيلعب كويس مع ان انت تاخد بطولة بالزبط مش شايف ان الحاجة دي ممكن يبقى فيها تعارض يعني انا انا عايز اخد بطولة فبضطر ان انا اعتمد على لاعب جاهز بدنيا وجاهز مش عارف ايه وكلام ده وفي نفس الوقت الموهوبة اللي هي لسه بتكتمل اركينها شوي لا انا كابتن يعني انا كنت بلعب في نص الملعة يعني كابتن رأيك كابتنه وهو كان باك ريت هو كان بلعب على الخط انا كنت بلعب في نص الملعة فانا بموت في لعيبة الكورة او انا حب لعيب الكورة اطبسة وانا بتفرج عليه فلعيب الكورة ما بيهمينيش ان هو يكون مش لازم يكون جارس بله لا هو مخه انا بتكلم مع اللعيبة انت مخك سابق سنك يعني انت مدام انت مهوب مدام ربنا ادلك المهوبة انت بتسبق واحد كبير مش مهوب فانا بحب بتفرج على لعيب الكورة المهوب فما دي ما بتتعارضش ان انا واحد جسمه صغير لا بالعكس انا في الفرقة معايا يعني الفترات دي بيبقى في واحد كبير واحد جسمه لسه موضوع النمو بتاعهم ما اكتملش شوية ففيه شوية تغيرات لكن المخ والمهارة عندنا نمر واحد احنا نادي امبي تعكورة الجميلة الهجومية فما بندورش على الاجسام والله يعني في الاخر نادي امبي عنده الفكرة اللي هي التوازي ما بين المهارة وما بين البطولة اه صناعة اللعيب وفي نفس الوقت انت امبي ما ينفعش انا بصنا على لعيب وبخسر لا دي مش هنقبلها يعني دي مش سياسيتنا كابتن واليد ده الكلام اللي بقوله كابتن شيكو ان التغذية وحضرك فتحتنا ملف كبير اوي ملف التغذية وملف النمو طيب انا انا كولية امر عندي بيحصل تغيرات للولد في مراحل البراعم انا كولية امر ما عنديش الرؤية بتاعت حضرتك او المتخصص نصحتك ايه الاولية الامور في مراحل البراعم اللي هو الولد بيطلع فيها السن النمو بتاعه وبيحصل مشكلة مش عارف في العظمة ايه مزبوط ازاي علج الكلام ده هو ده هو ده الواجب الاكبر بيتم على المدارب يعني وليه الامر برضو مهما كان مهما كان وليه الامر انا هتخليني اقولك هو احنا عندنا المداربين مدعلمين ما هو ده اللي هرجعلك ليه بقى احنا لازم نغير السخافة بتاعتنا شوية بقى لازم الناس لازم مسؤولة مدرية قطاعات هنسه بكلم الكابتين شوكو قبل الهون نص ستين سبعين في المية من الناس اللي مسك براعم اللي مسك براعم مش متخصصة في التدريب مش متخصصة في التدريب مؤهلاتها ايه معلش مع احترامي احنا مزاق برا النهاردة مورينيو الجهاز بتاعه مش عاد 35 فرد تحليل اداء وتغزية وتسخين احنا النهاردة مدرب عام ومدير فني فلازم انا الكابتين شوكو ماسك 2010 في نادي امبي اسأله على العدد اللي معاك هان النهاردة الكابتين شوكو هتلي معا 35 لعيب هو الكابتين شوكو هيقدر يضرب 35 لعيب دي برضو من الحاجات المشكلات اللي عندنا النهاردة التدريب ساعة ونص هتضرب لو عملت وحدة رئيسية تصويب 20-25 دقيقة 35 لعيب كل واحد هتصوي في 3-4 سوان عد في 35 لعيب اللعيب هتصوي بتمردين تلاتة ففي مشاكل كتيرة جدا لازم لازم عندنا ثقافة ولازم نعدي الكلام ده لازم ان انا كنادي بقى لازم انا كنادي يعني مثلا عندنا انا برضو هتبقى شهدتي مجروح احنا عندنا دورات ودلسات بصفة دورية سأس دكتور عطيال سعيد بيعمل تخطيط للتدريب الحمل الاسبوعية التغذية يعني انا عامل مثلا لفرقتي التغذية السليمة انا بقعد مع فرقتي الصبح هنأكل ايه التغذية الصحيحة الفول بيعمل ايه ده بيعمل ايه ده بيفيد ايه ده بيدور ايه صحيح انا اقول لحضركها الحاج اما كنت في البكروستر بيرا دي عملنا بحث ومشروع عن التغذية الصحية السليمة فكان في ذلك الوقت حوالي اربع منتخبات الناشئين الوليمبي الشباب الاول فروحنا عملنا تحليل للمجموعة دي تلع تمانين في المية من اعضاء لعيبي منتخب الاربع منتخبات عندهم نقص في مادة الهم مجلبين اللي هي الانيميا اه تخبرك نقص في مادة الهم مجلبين اللي هي بتضخد الاكسجين فتلع ان هم عندهم انايميا فذلك انه ده انت بتطلب من اللعيب وتلاقي اللعيب مش قادر يجري نتيجة انه مثلا مثلا عادة سيئة انه بيقول فول الصبح فالفول فيه ايشر الاشر بيعطر عمليات بيعمل عصر هاضم فبيجيب اانيميا واحد كذا شرب الشاي مثلا بعد الاكل مباشرة بيقصر الحديد دي في الاكل فبيعمل اانيميا لازم زي ما انا قلتلك في بداية الكلامي لازم نشتغل بالعلم لازم نمسك الناس اللي هي ليه ادراية بالعلم الحاجات دي ندخل دراسات نعمل دورات لازم رؤساء القطعات يجيبوا لو انت مش قادر تعمل دورة تدريبية للناس دي لو انت مش قادر تعمل سليب التغذية الصحيح هات ناس صحيح هات واحد متخصص متخصص زي مثلا النهاردة التحديثات في التحكيم احنا الدكتور عطيها جابلينا حكم عملنا التحديثات في التحكيم النهاردة انا مثلا ما كنتش اعرف ان اللعيب النهاردة لازم يقب بعدها نحيط كنتش اعرف اللعيب النهاردة وهكذا ان الكرة تتبص جوة 18 كل دا ما كنتش اعرف انا كمدر بعرفه منين فلازم ان نبحث ولازم الناس اللي مسؤولة عني تبحث هنرجع برضو لرؤساء القطاعات لرؤساء الاندية امكانيات امكانيات في الاول وفي الاخر الكرة امكانيات كابتن شيكو مدير فن لفرقة 2010 في نادي امبي اكيد بيقابلك مشاكل يعني اكيد عندك مشاكل وعندك ازمات بس انت يعني يعني معلش انت النهاردة مسؤول في نادي امبي فممكن تبقى شهدتك مجروحة شوية لو انا حبيت اخد الكابتن شيكو واقول له لا يعني انت انا عايزك تقول لي رؤية تقول لي رؤية للمشاكل دي انت حضرتك عايش في قلبها بقى لك 10-13 سنة طبعا احنا هي المشكلة الكبيرة في الكصة بتاعت البراعم هي مشكلة اولياء الامور هو معتقد وليه الامر معتقد ان هو هو الولد هياخد 10 مليون دلوقتي تمام كده هيبقى ميسي فهو هيبقى ميسي دلوقتي واللي منعه من 10 مليون المدرد المدرد فاحنا عايزين نوصل رسالة لأولياء الامور نقول لهم يا جماعة يعني رفقا بالمدردين ورفقا بابنائكم يعني هو الولد عليه ضغط من ولي الامر وعليه ضغط من المدرد وعليه ضغط من زماينه فاحنا عايزين نوصل رسالة ان يريد كل واحد يبقى واخد ابنه يقول له اتبسط مايكلموش مايقولوش المدرد يقول له العب يمين وانت لا انت ما تسمعش كلامه هو ما بيحبكش هو مش عارف ايه الكلام ده هو بيدره هو لو سلمه للمدرد وهو واصق ان المدرد ده ماشي بميورد الله الدنيا تبقى ما فياش اي مشكلة وبعدين هي يعني في كل تلات تربة على عيبت المنتغب اللي لعبه مبارح كان في كان واحد من النوم من المقالي كان واحد كان يا كابتين رمضان رمضان صبحي صحي كده ومن تاني وإحمد بكهم كان من ناشئين الالي الباقي كله منين كريم العلاقي بيرعب في المصري لا يعني انبي سما جلال اتنين 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 انا قصد اقول ايه مش اللي ابتدى في الاهل وانبي هو اللي لعب مش كلهم هم اللي يكمل فالموضوع لسه بادري عليه ولسه فيه تغيرات وفي ناس هتسبق وناس هتتأخر وبعد كده اللي تأخر هيسبق لان كلها بيقى فيه يعني فيه تغير في الفترة التاعة البلوغ وتغيره وعد بيبلغ قبل واحد فهتلاقي فيه مسابقات واحد كبير بيلعب ضد واحد صغير الصغير ده ممكن يكون موهبة جامدة جدا بس هو عطلان علشان بيلعب مع واحد بلغ قبل شوية تمام كده فمع الوقت الموهبة واللي ربنا كان بموهبة وبمخ وربنا بديله موهبة هو اللي هيسبق حضرتك لخصيري المشكلة كلها في قطاعات الناشئين في الأولياء الأمور أه أولياء الأمور وده شيء أنا شايف أن هو ظالم لأولياء الأمور شوية لا يعني حضرتك خدت الليلة كلها في فسيكة أولياء الأمور يعني وليه الأمر هو اللي بيعمل ضغط على ابنه والأندية لا ما بتحملش حاجة أقضرش الكابتن محمد على الكابتن وليد علشان هو وصاحبه ما فيش الكرة ما فيش الكلام ده الكرة مكشوفة يعني يعني عايز تقولي أن ما فيش مجاملات في الكرة لا الكرة فيها مجاملات وفي قطاعات الناشئين بإز zas هي فيها بس إعنا ما نقدرش نجزب إن هي كلها مجاملات وما نقدرش نجزب إن هي كلها ماشية بميرضي الله يعني الكمال لله وحده ي psycho يعني عندنا مشاكل ما نقدرش نقولини ما فيش مشاكل بس احنا نقدر نحد ان المشاكل لو احنا زي ما الكابتن وليد قال احنا عدد ده الاختصاصات في واحد في في مرحلة الخمسشار سنة والستاشر سنة ده مميز جدا احنا لو جبنا كل سن فيه لعيبة مميزة مع اجمد مدرب في مصر في السن ده هيبقى عندنا عشرين منتخب زي بتاع المايا يعني حدك عايز تقول ان الاستمرارية استمرارية المدرب مع الفريق هي اللي بتفرق معه قدام هتفرق معه قدام هتفرق ان هو في المرحلة المرحلة بتاعته دي بيبقى هو عارف مين ده هينفع يكمل ده لا ده عند ضبوط ايه مش هينفع ده محتاج يتطور شوية ويشتغل على على شوية حاجات هتزقه زقل قدام فالحاجات دي لو الناس عايزة شيء من الصبر يعني شيء من الصبر هتلاقي الدنيا بقت كويسة وان شاء الله ربنا اكرم الدنيا كلها ان شاء الله كابتن وليديد كابتن شيكو خد المسئولية كلها على اولياء الامور وانا بشوف ان كابتن شيكو هنا متحمل اوي وانا بقوله شهاد دي هو على الهوى ان كابتن شيكو متحمل شوية على اولياء الامور حضرك عندك لأ انا هدخل في النقطة دي مش هدديها اكشيكو حبيبي وكل حاجة ولكن وليه الامر مظلوم جدا وليه الامر اكتر طرف بيزل في المنظومة وليه الامر لك انت تخيل انا كنت شغال في امبي مع شيكو من حوالي خمس سنين كنت ماسك فريق 2004 وفوزنا الحمد لله بالبطولة كان فيه وليه الامر بيحط ابنه على كتف ويجمي مسكندرية كل رايح جاي فيه وليه امور قفلت شغلها باعت شغلها وحطت فلوسها في البنك وخدت الريع بتشتغل بي راحة جاية من غير شغلة ولا مش غالة زي ما قال شيكو ان النهاردة وليه الامر كل امله في الولد اه صح وليه الامر مظلوم جدا وانا وليه الامر صلاح عمل لنا طموح طبعا انا وليه الامر انا عندي ابني بيلعب كورة فأولي الامر مظلوم جدا لا فيه مشاكل كتيرة جدا لازم نعترف بالمشاكل لو ما اعترفناش بالمشاكل مشابهي حلول خالص فهيا كتب دي بياتي حلول عندنا مشاكل اول حاجة المشاكل بتتمثل في الامكانات المادية لاقطاعات النشئين والبرائم وليلة جدا 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 فيه اندية كبيرة يا جما فاش كور فيه اندية كبيرة رغاية فترة معيئة وريبة جدا ما كانش فيه ملاعب كان بيدخلوا يتمرانوا برا فيه اندية كبيرة جدا جدا ملاعب ترابية هدي اول مشكلة حد نهارد نمر اتنين مشاكل طاعة على رئيس القطاع ورئيس النادي النهارد انا اشتغلت في قطاعات البراعم والنشئين حوالي 8 سنين اول كلمة بتتقالي انا عايز بطولة ولو ما جبتش بطولة انت هتمش خد بالك انا بكلمك كلام انا مسؤول عن كلامي انا اشتغلت في اكبر اندية في مصر انا اشتغلت في امبي اشتغلت في المقاولين اشتغلت في الاسماعيلين اشتغلت في الانتاج حربي ان شاء الله وبطروجت اشتغلت في كل الاندية دي فانا بقول لك كلام انا مسؤول عنه الكلمة الاولانية انا عايز الكاس ما جبتش الكاس انت مش موجود فكل دي مشاكل المشكلة التالتة العدد بتاع كل فريق فيه فرق في اكبر اندية في مصر 48 لعيب انا مسؤول عن الكلام دا انا عايز برضو نوسع القعبة انا بقول مش توسع القعبة كده انت النهاردة هتوسع القعبة يعني انت النهاردة ما عليش انا هسأل حضراك سؤال انا خلف عشر ولاد انا مش لقى اكل يبقى انا كده وصعت القعبة لا انا خلف ولدين وادل اأكلهم واشربهم معلمهم كويس يبقى انا كده وصعت القعبة ولد واحد زي رمضان صبح النهاردة 8 كام 17 مليون يورو انت بتتكلم في 140 مليون جنيه ده تسوقيا رمضان صبح رمضان صبح انا شرفت بتدريبه في رحلة 13-14 سنة وانا من قلت له انت هتبقى من احسن يعيبه في مصر كان المدارب بتاعه الكابتن عبدالسلام الزأزيئي هو اللي مكتشفه مع الكابتن محمود ناصر وانا كنت مشرف عليه في منتخب الجيزة قلت له انت هتبقى حسن يعيبه في مصر رمضان صبح هو ده الكلام محمد صلاح لغاية النهاردة بيدخر ملايين لغاية النهاردة منين محمد صلاح موهبة اطراع طب وبعدين همرانهم ازاي وتيجي نقول وليه الامر هو اللي زعلان طب انت 48 اللي بلعب في الملعب سبعة يبقى انا الدور هيجي على ابني كل 9 ماتشات لو عملتها بالدور حتى النظام الجديد اللي هم عاملينه شوت وشوت يبقى انا ابني هلعب كل 9 ماتشات طب الدور كم ماتش 20 ماتش يبقى ابني لعب كم ماتش ماتشين هل ماتشين هم دول اللي يطوروا المستوى فطبعا الكلام ده ما ينفعش انا اقول لحضر لك حاجة برضو بالنسبة للنادي بتاعي انا هتكلم عن نادي بتاعي بافتخر به نادي افسي مصر انا قابلت رئيس النادي مرة واحدة من ساعة ممسكة النادي من 4 سنين قعد معي قال يا كابتن وليد احنا عندنا هدفين لو سمحت ما تحدش عدو اعمل لي كوادر من اللعيبة قوية جدا قادرة على تمثيل النادي الفريق الاول نمرة اتنين اعمل لي لعيب قادر على تمثيل منتخب مصر طبعا ناخد من حضرك هنا النقطة واحدة بس لما صعد افسي مصر للدور الممتاز كم لاعب صعد مع افسي مصر وكم لاعب بثوم بره حوالي احنا كنا حوالي 25 لعيب اللي مكمل من الموسم اللي فات مش عالي 12 لعيب بس ده اخد بالك دي سنة اللعيب اللي بلعب انا كنت لعيب وكنت بلعب في القسم التاني ممتاز به سعدت من نادي الشرقة مع الكابتن حسن احسنش حتى للدور الممتاز اللعيب اللي بلعب درجة تانية ده ماشى غير اللعيب بتاع الدور الممتاز خاص ما ديره فرصة ايه كابتن يعني الراجل تعب ما انت بتخلي اللي هو يكمل اللي عنده سمات ما احنا مش ناش 25 قعدنا 12 اللي هم كانوا بلعبوا بصفة مستمرة اللي هو قادر على لعيب الدور الممتاز ده خد بالك مشكلات لعيب لازم تتوفر فيه سمات كتير جدا حضرك تلاحظ تلاحظ تلات فرق اللي بيطلعوا لازم اتنين على قلم انهم منزلوا نفس السنة ده حقيقا صح؟ ليه؟ لانه بيحصلش تدعيم بالمستوى المطلوب بيطلعوا ويقول لك انا هلعب زي بيبسي تلعب الفريق وقال لك انا هلعب مفيش الكلام ده هو فيه لكل مرحلة نسها لكل مرحلة رجالتها لكل مرحلة الدراسة بتاعتها والتوجيه بتاعتها والرولز والمبادئ والقصص كل الكلام ده انا اخر حاجة اقولها ندائل والقصائي القطاعات يا رئيس القطاع يا رئيس القطاع ما تضغطش على المدرب ما تضغطش في الاخر ده كالصفيح النادي الاالي اكبر نادي في مصر كم بطولة؟ مئة الف بطولة؟ هل مئة الف بطولة دولت تصورها مدان صبحي؟ محمد صلاح يساوه كم بطولة من انا كنت راجل ابني نادي المقاولين ومرنت في نادي المقاولين ولعبت في نادي المقاولين محمد صلاح دي يساوه كم كاس كم مليار كاس صحيح فيا جماعة نغار الثقافة بتاعتنا بقى خلاص آن الاوام بقى يعني لازم بقى نتنقل الثقافة لازم نقول النهاردة ان احنا لازم ننتج لعيبة صحيح لازم نعرف ننتج كيفية انتاج لعب زي مشروع الموايب اللي هو معمول الدولة عاملات انا شرفت ان انا شاركت فيه بصفة الوظيفية لازم نقدر نعرف العيب نازم نعرف ننطقي العيب النهاردة بقى فيه حاجة اسمها لانتقاء اسم محمد صحيح النهاردة انت ممكن من سن خمس سنوات تعرف اللعيب دا يلعب كورة ولا سلة ولا طائرة ولا يد العلم يقول كده صحيح بطول الاطراف بطول ال وعكذا 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 هنروح للكابتن شيكو اللي احنا جبنا الليلة كلها عليه وقالنا له ان اولياء الامور لان الناس بيقولوا اولياء الامور عايزين يخشهم داخلاتي يسألك كابتن شيكو فانا هسأل حضرتك انت عندك النهاردة دوري منطقة الكاهرة تمام بنشوف فيه نتائج غريبة يعني ودي دجل يكسب 11 الماورين يكسب 9 اين بيكسب 10 الدوريات دي قادرة ان هي طلع لمنتخب قول لمنطقة الكاهرة مثلا او لأي حاجة نعم المواجهات والمنافسات اللي معمولة بها البطولة يا خلينا نعترف ان المسابقة قبل كده انا اشتغلت لما كانت المسابقة كانت فرقة واحدة ما كانش فيه موضوع ان انت لازم كل فرقة تلعب شوط واحد بس فالأول المنافسة كانت قوية جدا وكانت عاملة العيدة جامدة جدا بس علشان الكسة بتاعت الاولية والامور اللي احنا بتتكلم فيها او اللي انا بتتكلم فيها هم عشان يحدوا من المشكلة الكبيرة دي فهم عملوا نظام المهرجانات علشان كل فرقة تشارك اكبر قدر موكي من العيد تمام كده فهو كان اللي خلى المنطقة والناس المسؤولين عن عن القصة دي فكروا في الموضوع بتاع المهرجانات ان هم برضو حاسين بالضغط بتاع اولاية الامور على اولاده انا مش بتهم اولاية الامور ان هما ان هما المشكلة عندهم هما هما لا انا عايز اوصلهم ان انت احنا بنقول دلوقتي الكابتين والي بيقولي السنة على ما يجي عليها الدور هلعب شوط او شوطين انا عايز اوصل حاجة يا كابتين احنا مش مشكلة هي قصة الملعب هو دلوقتي هيبضل سبعة ولا الملعب يبقى حداشر يبقى حداشر حداشر فانت اصبر على ابنك لغاية ما تتكون كل السمات الاراضية والمهارية والفنية والخطاطيات تكتمل عنده وهو موهبة كويسة هيلعب المهم مش السبعة وجون ولا التمانية وجون ولا الستة وجون ولا خمسة وجون ولا الحداشر في اولها ما في ناس كانت في مرحلة الناشئين مكسرة الدنيا وماكملوش ونلاقي محمد عبدالغني انا من وجهة نظر ايه المساج بتاع الزمالي ده اجبت مساج في مصر ده من وجهة نظر وده جايب ممتاز به انا بختلف مع الكابتن وليد بقى في القماشة احنا ما عندناش مسي طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع نتكامل مع حدثك الحوار ماشا كابتن افتدر جمال مرجعناكم تاني بعد الفاصل مع الكابتن وليد والكابتن شيكو كابتن شيكو احنا قطعناك في الكلام معلش عشان ازان العصر حابين نكمل مع حدرتك الكلام اللي حالكو تبتولي انا زي ما بقول لحدرتك احنا في مصر ما عندناش مسي احنا محمد عبدالغني بس عندنا صلاح عندنا صلاح بس صلاح صلاح ابن مصر واحنا كلنا بنحبه بس صلاح مش مسي صلاح مش مسي خلينا لازم نقول طبعا طبعا صلاح مش مسي فمحمد عبدالغني من اف بي سي مصر كان بلعب في اف بي سي مصر حاسيم الشحات كان بلعب في مجينة مصر فاحنا هنرجع للنقطة اللي احنا تكلمنا عليها في اول الحلقة وهي العين والانتقاء كابتن هيب جلال شاف محمد عبدالغني دايم في عائل عبد زمالي بقى محمد عبدالغني كان وارد يعدي على خمسين مدارب ما ياخدش بانه انه هو ده محمد عبدالغني اللي يبقى مساك مصر في الفترة اللي جاية ان شاء الله ويبقى مساك نادي الزمال فاحنا عندنا اللعيبة كلها قريبا من بعض بس المدرب الشاطر المدرب الكبير اللي يقدر يشوف بانه دايم في عائل عبد دايم في عمد دايم في عمد دايم في عمد يمثل الفرقة كبيرة وواحد تاني يعدي من قدامه اكيد محمد عبدالغني عدي على كتير صحيح اكيد حاسيم الشحات عدي على كتير بس مش كله نفس العقلية بتاعتها بجلال اللي انا بشوفه من افضل المداربين في مصر وكان نفسي مع احترامي للكابتن حسام البدري احنا بنتكلم في برنامج بقى انا كان نفسي كابتن اهاب لاني من وجهة نظري المتوضعة اني نمر واحد في مصر كابتن اهاب جلال هي ووجهة نظر حدقته احترام طبعا لكن احنا خلاص كابتن حسام البدري احنا مسانديلهم اهو المتوالي المسئولية الفنية واحنا كلنا في ظهره احنا كلنا في ظهره ان شاء الله ربنا يكرمه ويوفقه بس انا بحب المدرب اللي بصمه كابتن اهاب اشتغل مع تليفونات بنسوه فرقة مش مصنفة لي بصمه مع المقاصة حطها على الخريطة مع امبي عمل قبل ما يروح للزمارك عمل اداء ولا اروع كابتن اهاب جلال نتائجه اداء واداءه بين مدرب محترم فنتمنى ان احنا يكون عندنا عشرة كابتن اهاب جلال اتمنى والله طيب كابتن وليد كنا بنتكلم عن المنتخب الاولمبي في لحيبة في المنتخب الاولمبي يعني نتاج القطاع الناشئين كلهم قطاع الناشئين بس واحد زي كابتن في نص المنعب اكرم توفيق ده جندي مجهول البطولة ده حد يعني حد سوالحرق فين بقى العين اللي اطلع لنا زي اكرم توفيق تاني وزي سمى جلال تاني وزي الناس دي تاني حاولي حضرهاك حاجة ممكن اكرم دي قصة معي ممكن انا محدش عرفها انا شرفت ان انا كنت ماسك النبي امبي وموليد سبعة وتسعين وكان معي قسامة جلال واكرم توفيق ومن استلبنا الفرقة كان التقرير الفاني بيقول ان استبعاد اكرم توفيق مكنش اكرم توفيق كان برا مكنش هيكمل معنا مكنش هيكمل في امبي مكنش معنا انا مش عايز اقولك اكرم من اكتر اللاعبين في مصر خلقا والتزاما خلقا والتزاما اكرم توفيق جالنا اكرم وكابتن طبعا اعمل فترة الاعداد طبعا انا اكمل مش عايز أقول لك أحسن الناس اللي تتمرن اللي شافتها عيني أكرم اتمرن وعمل معنا فترة الإعداد في نهاية فترة الإعداد أكرم بقى نمر واحد في الفريق يعني التقرير كانت بتقوله أن أكرم برا الفريق مش موجود مش هيكمل مع الفريق أكرم تكمل أكرم تعمل له عقد أكرم تصعد منتخب مصر أكرم يروح للنادي الأهلي فأدي دي عينة عندنا عندنا زي ما نقولك كانت نشيكه عندنا خامة ولكن العين يعني العين الخبيرة فيه اللي تقدر تقيم تقييم البنطيق العلمي للعيب ده هاللعيب ده هيقدر يكمل ولا مش هيقدر يكمل فدي برضو من الحاجات المهمة جدا عندنا لعيبة في المنتخب الولمي أه عندنا عايزين هارجع لكرام حضرتك وقولك الحل بتاعه إيه هنبدأ من تحت شوية هو مش أكرم توفيق ده كان عنده عشر سنين ولا أكرم توفيق ده تخلق عنده عشرين سنة كان عنده عشر سنين مر بكل المراحل يبقى احنا هنرجع لهغراء شوية هنزود الإمكانيات البشرية والمفنية والمادية لمين؟ لقطاعات البرائب صحيح هنبدأ نسرف على اقطاعات البرائب ده شوية نبدأ القطاعات البرائب بتاعتنا دي لابender نوفر له قاعدة علمية بقى نبدأ بقى نحطي بقى النهارده اللعيب جالي النهارده أبدأ النهارده أعمل له اختبارات ومقيس نهارد لاختبارات ومقيس لك أنتخالي النهارده أنا النهاردة فيه برنامج كنت عامله عبارة عن أن أنا اكتشاف العيوب المهارية والبدنية عند اللعب يعني إيه إنت حضرك بس لما بتروح للدكتور بتقوله أنا زوره أنا تعباه فبيديك مضادة حيوة واسع المجال فبتقعد شهر أمان ما تخيف ولكن إنت لو روحت للدكتور أستاذ دكتور متخصص بقولك لأ دي إنت عندك اللوزة الشمال في ألتهات فبديك المضادة الحيوة ده للحتة دي إنت كده خفيت نفس الكلام اللعيب النهاردة أنا بكتشف اللعب في حاجة اسمات بدنية اسمات مهارية خططية نفسية إرادية ببدأ أنا أشتغل على اللعب أشوف أعنده أنه أسفل آني حت ما يمكن اللعيب أنا أقول لك فيه لعيبة جامدة جدا 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 مهاريا وخططية إنما اسمات إرادية اسمات إرادية يعني إيه الشجعة والإقدام حسام حسن أنا من وجهة ناظر ما كانش لعيب مهاري ما كانش لعيب يعني اللي هو اللي نقدر نقول عليه إن النتائج اللي عمالها دي كلها تسوي حسام حسن ولكن كان عنده اسمات إرادية قلب أسد هو ده اللي وصله لكده فإحنا لازم نحط السمات دي جنب بعض لإني السمات دي لازم تتكامل لو سمع وقعت خلاص ما فيش لعيبك وراء النهاردة زي نبولي الكابتن شوكو كان لعيب كبير أوه في نص الملعب ولكن تنقصوا السمات البدنية هو ما بقاش لعيب على عمش إنما النهاردة ميسي لعيب سمات مهارية على أعلى مستوى وحسن لعيب في العالم وحط يقدر اخترت إنما سماته البدنية فين؟ سماته البدنية عالمي من أقوى السمات البدنية في اللعيبة في مصر محمد صلاح النهاردة أما بيلعي تشيرتي كده اتفرج على جهة شكل جسمه اتفرج على جريته اتفرج على السمات البدنية القوة والرشاقة المرونة فهي سمات بدنية ومهارية وخططية ونفسية وثقافية النهاردة أنا حضر لكما كنت شغال مع البراية ما أقول لك على حاجة النهاردة النحية الثقافية والزكاة عند العب بيفرق جامد جدا 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 نهاردة اللعيبة اللي هي اللعيبي بأمريكان وفيوتشير ومدرسة انجليزية لكن تخيله بيتفوق دلوقتي على اللعيبي اللي هو المدارس الحكومة مع احترامي المدارس الحكومة يعني وأنا كنت مدارس حكومة يعني عادي يعني ولكن النهاردة الثقافة النهاردة أنا بطلب من اللعيب بتاعي إسقط، إطلع، إفتح زوج التمرير باص، اخلق مساحة، انزل كل الكلام ده في استعاب القدرة على الاستعاب هو اللعيب عبارة عن ايه كابتن شيكو بيقول كلام اللعيب هيستوعب، اللعيب ما بيستوعبش طب انت بتستوعب بالنسبة قد ايه القدرة على الاستعاب هي اللي بتؤدي الى تطوير المستوعب النهاردة انا استعابت 80% من كلام شيكو يبقى انا النهاردة هتطور بنسبة كم؟ 70% شيكو قال كلام كبير جدا انا استوعبت 10% منه هتطور بنسبة قد ايه فلازم نرجع الوراء شوية لازم نستخدم العلم لازم نفري اغتبارات ومقيس لازم فيه لازم نبعد بقى عن الكاس الصفيح لازم نبدأ بقى شيكو وليد جابر والمدربين المديرين الفنيين لازم نوفر لهم لازم نريحهم ما بقاش انا شغال لو اتغلبت النهار ده همشي انا ماليش رقمة عيشة اللا هي دي صحيح يا سيد محمد المدير الفني في قطاع الناشئين ده ياخد تلات تلات جنية تلات تلات ونص حضرتك النهار ده المدرب عشان نروح نادي امبي ولا نروح نادي الائل ولا نادي افسي مصر بيسرف نصهم بنزيل يا جماعة وبتيجي تدي للمدير الفني اللي في رئي الاول مليون جنية في السنة في الشهر مليون جنية ستين الف دولار خمسين الف دولار لازم يا جماعة مغار الثقافة اسرف من تحت اسرف النهار ده بيه كم ده يساوي كان بيه كم ده من وجهة ناظري من اعظم لعبة في مصر اكرم توفيه يساوي كان ده خلاص بقى انا من وجهة ناظري اللعبة دي متراتش في مصر اللعبة دي لازم تحترف انا هروح للكبتين شيكو هسأله السؤال ده منتخب اللونبي ده بقى يعني شكله اداءه لعبة والعروض يعني احنا سمعنا عروض كتير لبعض اللعبة انت شايف ايه يا كابتن اللعبة دي اللي هما للوقت في السن اللي احتراف احنا خليناها كابتن من السرعة احنا احنا لازم نلحقهم لانه اصلا وقت اللي احتراف عد صح يعني هما كانوا لازم يطلعوا قبل كده بكتير قوي فدي اخر فرصة ان هما يطلعوا في الوقت ده ومش عايزين مبالغة ونطلب 17 مليون يورو ونطلب 25 مليون يورو لا احنا لو صبرنا عليهم زي ما صراح بصراح ما خرجش برقم كبير بس بعد كده جاب ارقام ودلوقتي مطلوب فيه رقم خيالي يوضاهي ميسي وكريستيان بس هو ما خرجش في البداية كده فنخلي البداية في الاول سهلة يعني خدنهم يطلعوا وهم موايب غير عادية يعني هما يعني وموايب جامدة جدا وان شاء الله هيبقوا فيهم كتير يقرب من صلاح وان شاء الله يعدوا صلاح بس لازم نسمح لهم يعني لازم نسمح لهم لما هنبالغ هنضع المحلة كسر صحيح المشكلة هي هي طبعا الوقت مع الكابتن وليد والكابتن شيكو يعني احنا عايزين حلقات وحلقات عشان نقدر نتكلم في كل المشاكل قطاع الناشئين احنا بس معنا فيديو كده حد من الاولياء الامور بعتهن على برنامج صارخة ناشئ بنت صغيرة عندها عشر سنين هي طبعا مش كورة قدم بس احنا برنامج صارخة ناشئ عايزين نشوف الفيديو ده مع وعضينا البنت دي بتلعب يعني عندها ليونة في جسمها بشكل مش طبيعي الجنباز وهي دي من قرية طبعا محافظة محافظات الصعيد فاحنا الفيديو ده احنا بنوجهه للمسؤولين عايزين البنت دي حد يشوفها حد يتبنى موهبتها حد يقولنا تروح فين فزي ما انتو شايفين كده الفيديو دي بنت عندها عشر سنين من احدى محافظات الصعيد عندها موهبت الجنباز اسمها نادا نادا محمود حابين ان احنا نوصل رسالتها وصورتها وفيديوها للمسؤولين حد يشوف لنا البنت دي وهي تبنىها لانه ده من احد مهام البرنامج برنامجنا صرخة ناشئ هيوصل كل صوت اه مش مشكورة بس بس احنا حابين ان احنا ده النهاردة حاجة مختلفة وحابين ان احنا نوصل الصورة دي ايه رأيك عبتنا دي؟ لا دي موهبة دي ربانية دي موهبة من عند ربنا الليون اللي عندها دي دي حاجة عندها في النحل في السجيلة في كسمان فطبعا الحاجات دي لازم نهتمي بيه يعني لازم فيه ناس متخصصة تبدأ زي بنقول لحضرتك دي كده موهبة لازم ناخد الموهبة دي ونبدأ نسقلها بقى نبدأ نشوفها نعم معها ايه هنبدأ بقى نقويها هنبدأ نحط لها قص علمية نشتغل عليها هنبدأ دي تروح فين دي هيا هما لما كلموني قالولي احنا عايزين وداها حتى نوداها يعني دي تروح لمن أفضل والله هنا فيه التحدي الرياضي للجنباز طبعا بنبدأ اكيد عندهم ناس متخصصة الجنباز مش في كل محافظات مصر الجنباز في القهيرة بس ودي من الصعيد تتعب شوية وتيجي معلش هنعمل إيه هتتعب شوية وتيجي هنا وتروح الاتحاد العامة على الجنباز ويبدأ برضو يوجهوها للمنتخبات للأندية اللي نشوف مين اللي شغال على القصة دي بيبدأوا الحاجات دي بصراحة حاجة محترمة آخر كلمة من حضرتك تقولها النهاردة لأولياء الأمور والقطاعات المشيئين في مصر بس وقت صور جدا عشان وقت الحلقة خلال يعني كل الشكر والتقدير لأولياء الأمور لأولياء كنت مدرب فكل الشكر والتقدير لهم كابتن شيكو أخر الكلمة بسرعة بقى عشان خلطت التتر طلا نقول إن شاء الله اللي جاي خير وربنا يكرم كل الناس وإن شاء الله ربنا يكرمنا إن شاء الله عزيزي المشاهدين النهاردة حلقتها خلصت بسرعة بسرعة مع الكابتن وليد والكابتن شيكو على وعد إن شاء الله أن نفتقي في الإسبوع القادم مع نجوم أخرى تفيد وتفيد قطاع النشيئة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته